وحول فعليات مهرجان العالمين الجديدة وأهم هذه الفعليات معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحقيق ضعنا في التفاصيل والجديد لليك أهلا بكم يوسف ريهام وبكل أسادة المشاهدين نرحب بكم مجددا من مدينة العالمين الجديدة هذه المدينة الساحرة الجميلة التي تستقبل كل الزوار في إطار الانطلاقة الأولى لمهرجان العالمين الجديدة في هذا التوقيت تحديدا بدأ الزوار والتوافد على الممشى السياحي للتمتع بكل الخدمات الموجودة في هذا الممشى الذي يمتد بطول 14 كيلو مترا ويتميز بوجوده وسط الأبراج الموجودة في مدينة العالمين وشاطئ البحر المتوسط نتحدث عن أن مدينة العالمين تحتوي على 15 برجا وأيضا ساحل البحر المتوسط الجميل هناك عدد كبير من الأسر ومن الشباب يستحبون الأطفال ويبدأ في النزول في هذا التوقيت تحديدا للتمتع بالجو الجميل وحالة التقصى الرائعة الموجودة هنا في مدينة العالمين وكما تشاهدون من خلف حركة الزوار والسائحين وأحد الأبراج أيضا أو أحد الفنادق الشهيرة الجميلة هنا في مدينة العالمين فالحقيقة هناك فعليات ترفيهية وفنية كبيرة يتمتع بها كل الزوار في مدينة العالمين وتستعد مدينة العالمين أيضا لاستقبال أولى الحفلات الفنية لحفل الفنام نتامر حسني خلال الأيام القادمة وهذا الممشى السياحي أيضا سيشهد عدد من الفعاليات الترفيهية نتحدث عن مشاركة لفرقة الفنون الشعبية وبعض فرق الفنون التراثية والرقصات التراثية التابعة لوزارة الثقافة بالإضافة إلى أن مدينة العالمين سيوجد بها نفورة هي الأولى من نوعها في مصر وأيضا في مدينة العالمين لتقدم كل الفعاليات المختلفة للجمهور ثلاثة أيام كانت أولى هذه الانطلاق الأولى للمهرجان اليوم الأول أو ملخص هذه الأيام اليوم الأول كانت بطولة التكبول ثم اليوم الثاني استكمال بطولة التكبول وأيضا تحدي الجيل الذهبي ثم اختتمت أيضا مساء أمس بالمباريات النهائية لبطولة التكبول وتوزيع الجوائز على الفرق الثلاثة الفائزة كمركز أول وثاني وثالث ثم أيضا مباراة جيل التحدي ما بين فريق كابتن حسام غالي وأيضا فريق كابتن محمد فضل وكانت أجواء رائعة أيضا يعني اختلطت بحماس وفرحة الجمهور في المدرجات التي أعدت لتسع ما يقرب من ألفين متفرج بالإضافة إلى الحفل الفني الذي كان لإحدى الفرق الغنائية الموسيقية أيضا في مساء أمس والتي يعني تابعها وحضرها عدد كبير من الزوار في مدينة العالمين وتستكمل هذه الفعاليات أيضا بعدد كبير من الفعاليات نتحدث عن أنه سيكون هناك فعاليات رياضية في بطولة البدل والجودو وأيضا التكديف وبعض السيارات الفرهة التي ستجوب شوارع مدينة العالمين بالإضافة إلى الحركة السياحية الموجودة الآن في هذا الممشى السياحي نحن لاحظنا منذ قليل وجود أيضا عدد من الجنسيات العربية الموجودة في هذا الممشى بالإضافة بالطبع إلى الزوار الذي من المتوقع أن يستقبل هذا المهرجان ما يقرب من مليون زائر فضلا عن أن مدينة العالمين في حد ذاتها تستقبل ما يقرب من أربعة ملايين زائر لكن في حالة التقص الرائعة والمجهودات التي تتم أيضا في مدينة العالمين بالتزامن مع فعليات المهرجان نتوقع أن يكون عدد الزوار كبير جدا في هذه الانطلاقة الأولى وهذه بشائر للنسخة الثانية التي ستنطلق خلال العام القادم بوجود عدد أكبر من الزائرين سواء في مصر أو الوطن العربي أو العالم ونحن على موعد مع عدد من الفعاليات الكبيرة القادمة الفنية كانت أو الرياضية ومن الممشى السياحي بمدينة العالمين الجديدة أعود إليكم مرة أخرى شكرا زميلي محمود جميل